اهلا بكم من جديد دكتورة نجلة كنا بنتكلم على طب العيان لما هيجي او المريضة الست لما هيجي تكشف وتعمل مموغرفي بعد كده بتتبعوها ازاي او هتا احنا نعمل اتفاقات دلوقتي مع كل المؤسسات في الحكومية اللي بتقدم خدمة علاج السرطان وزارة الصحة بتدعم مشروع عشر وحدات متميزة لعلاج السرطان السادي ده هنعمل اتفاقات اول من جير اتفاقات يعني انه يبقى فيه لينك ان المريضة لما تتشخص في البرنامج القومي هتروح للمكان الفلاني اللي هو في المحافظات في القاهرة وفي بعض المحافظات المختلفة يعني من اهمهم مركز زايد اللي هيبقى مكانه جمي مستشفى المقاولين ده اول وحد هيفتتح يعني بعد كده فيه المستشفىات الجامعية معاهد الاورام اللي في المحافظات فيه في طنطة وفيه 15 مركز اورام في مصر بحيث انه زي ما كنا بنقول ممكن العيانة تتشخص والكول سنتر من البرنامج يكلمها ويقول لها ان انتي عندك حاجة مش كوية يعني ساعات كتير ما بنقداش نقول العيانة سرطان احسن يعني يدموت من الخطة عندك حاجة عندك خلية وحشة فلازم تيجي ناخد عيانة للأسف يعني احيانا انه ما تبقاش عندها القدرة انها تيجي عشان تاخد العيانة ما عندهاش فلوس تيجي تاخد او تعبانة او احنا هنبعثها للمكان اللي هيقدم لها الخدمة وتقدر تكمل فيه يعني زي هنوسع دايرة الاتصال ما بين البرنامج القومي لانه في الوقت الحالي هو بيشخص لازم يبقى فيه كل نفتح مع كل المنظمات اللي بتقدم للعلاج للعلاج ودي كان احد المشاكل اللي وجهتنا الخمس سين اللي فاتوا ان العن بيتشخص وبعدين بيلوس ودي بيسموها برة يعني انا مسؤول عن العيان اصوره اشخصه ااخد العينة ياخد علاج ماينفعش ان انا اشخصه اقول له انت عندك سرطان واسيبه او يروح حتى غلط يتعلق فيها غلط لازم يعني اكمل المنظومة لحد نوصله الى برش وده هي وسع كمان دايرة الناس اللي بتشتغل في المشروع الدكاترة اللي بيتحاول ده هيضرب ناس هيضرب تدريب جامج من الموارد البشرية بنرحب بأي حد يقدر يساعد معنا يعني طيب خلونا ناخد بعض الاتصالات الهاتفية في الوقت اللي فاضل زيزات من قاهرة تفضلي يا زيزات علوة يا خير سلام يا مدام لانيس اهلا بيك تفضل انا عندي سؤال حضرتك انا عندي تاريخ عائبي ويعني بقالي عشر سنين من مواطب على حامل اشعة الميمو جران انا بالوقت 47 سنة يا ترى افضل اعملها الانت وهنا فيه خطورة من كتر ان انا بعملها ده سؤال والسؤال التاني انا بنتي يعني بسة يعني عروسة صغمططة اذا ترى تبتدي من انت من فن انت تبتدي برضو تعمل او توازد الاشعة دي اوكي يا زيزات تفضلي يا نجلة هو الجزء الاولاني من السؤال انه المامو جران هو مش خطر خالص المامو جران مرة سنويا الجرعة الاشعة للستة بتتعرض لها عشان تعمل المامو جران مش بتعرضها لأي خطر من الاخطر بالزاد دلوقتي انه اغلب المامو جران بيبقى ديجيتل ده كمية اشعة بسيطة والصورة بناخد صورة عن طريق الكمبيوتر بروسسنج يعني الكمبيوتر بيساعد ان كمية الاشعة الصغيرة تبقى صورة فهو من ناحية الخطورة لا ما هواش خطر ده 47 سنة تكمل حد انتو؟ 47 سنة تكمل على طول لانه فيه ناس دايما برضو فاكرة ان السينيورز ما بيجي لهمش حاجة لأ ده نسبة حدوث احتمالات حدوث السرطان في الستات لغاية سن ستين سنة واحدة من كل تمان ستات بعد سن ستين سنة وفوق السبعين سنة واحدة من كل اربع ستات يعني كل اربع ستات فوق السبعين واحدة احتمال واحدة يجي لها سرطان فبالعكس ده النسبة بتزيد مع السن فانا مفترض ان انا كبار في السن يعمله بنكزام اكتر المامو جرام بيبين التغيرات اللي بتحصل يمكن قبل حدوث الورم ومنها موضوع المايكرو كالسيفيكيشن تكلوسات بسيطة بتظهر في المكان وبعدها ما زال التكلوسات دي ما بتظهرش كويس جدا الا في المامو جرام لانه ناس كتير تيجي تقول طب انا عايز اعمل سونار بس انا عايز اعمل رانين مغناطيسي على اساس انه اغلى بقى فهيعمل البدع يعني لا مامو جرام كسكرينينج ككشف دوري هو لازم المامو جرام علشان قصة انه بيبين الكالسيم احسن يمكن انتهي الفرصة دي دكتورة ناجلة ان المامو جرام بنعمله لحد اخر العمر انما في نفس الوقت ما بنحبسش المامو جرام في العشرينات في البنات الصغيرة فالبنت الصغيرة تعمل اي ده؟ البنت الصغيرة تبتدي تعمل فحص ذاتي لنفسها دلوقتي ان بعد ما شافت البرنامج ده اي فرصة تجيلها انها تعرف يعني ايه فحص ذاتي للسادي علنات على اي بروشور تلقا تبتدي تعمل فحص ذاتي للسادي كل شهر بعد الدورة من دلوقتي عندها 15 سنة عندها 20 سنة تبتدي تعمل الكلام ده طب ولو عندها فاميلي هستوري يعني تبتدي لازم في حاجة تانية غير الفحص ازاي؟ انا عاوز اقول حاجة برضو مش كل واحد عندها فاميلي هستوري او تاريخ عائلية تقول انا هجيلي سرطان لا العامل الوراسي في سرطان السادي ميزاتش عن 10 ال 15 في المائة فاغلب الحالات ما فيهاش عامل وراسي وفي نفس الوقت مش معنى ان واحدة جيل والدتها او خلتها سرطان سادي انها عندها عامل وراسي لا لازم يبقى في الجين بتاع انجلينا جولي او يبقى في كذا فرد في العيلة عنده هذا السرطان فمش كل واحدة تخاف لو عندي تاريخ وراسي انما في نفس الوقت لو واحدة والدتها جالها السرطان السادي والولد عندها 40 سنة لابقى لازم هي تبتدي تعمل مامو جرامز لما تبلغ 30 سنة يعني 10 سنين قبل اصغر حد جاله شكرا يا زيزات ما عايزة بس اسألك يا دكتور هل في علاقة بين سرطان السادي والسرطانات الاخرى اللي علاقة بالمرأة بالزبط الرحم وغيره فيه سرطان السادي اللي علاقة وسيطة بالسرطان الرحم والمبيض والقولون 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 دي معلومة جديدة سرطان الرحم والسادي والقولون بيزيدوا زيادة جمدة مع السيدات المصابات بالسمنة طيب وده معناها ده بقى عايز كشف شكله ايه طبعا اذا كان عرفنا سرطان السادي له مامو جرام وكده ده بنكشفها لازاي بالنسبة للرحم اي نزيف مثلا في غير وقت الدورة او نزيف بعد انقضاع الدورة او اي افرازات او اي اعراض غير طبيعية مفروض الست تروح لدكتور النسا بتاعها بحيث انه يعمل كحت للتشخيص او كده بحيث ان احنا نشوف ايه الحكاية بالنسبة للسرطان المبيض اي انتفاخ او اي زيادة في حجم البطن مفروض تروح لدكتور النسا بحيث انه يعمل لها صنار يعمل دلالات اورام لأورام المبيض بالنسبة للقولون اي تغيير في الطبيعة بتاعتها يعني واحد ده بتخش الحمام كل يوم اسا ابتدت تخش كل يومين ابتدى يجي لها انتفاخات ابتدى يجي لها كركبة جمدة ملحوظة في بطنها ابتدى يجي لها دم من وراء ابتدى يجي لها مخاط من وراء مفروض على طول مش تقول مثلا ده اميبة ده انا كلت حاجة لا دي دوزنتاريا لا تروح لدكتور بتاع الجهاز الهضمي بحيث انه يشوف ايه الحكاية وفي اختبارات النهاردة في مناظير بحيث انها تقول لنا ودلالات الأورام دي أول حاجة بتعمل دم أعتقد الدلالات الأورام دي عين الدم بس دلالات الأورام ما بتشخص في كثير من الأحيان يعني في سرطان السادي لا نستعمل دلالات الأورام في التشخيص إنما في حاجات تانية زي سرطان البروستاتا بنستعمل دلالات الأورام في التشخيص أنا وقت انتهى أنا أسفا عندي اتصالات هاتفية كثيرة طب مش هادر أخد إيمان حتى طب أخد إيمان دي آخر حاجة 30 سنة إيمان تفضلي ألو مساء الخير دكتور محمد بس أنا عايزة أسأل حضرتك من الأسبوعين كان فيه زي حاجة صغيرة كده تحت الإبط وخدت أنتيبيوتك وحصل أن فيه بص وكده وطلع فهل ده له علاقة بحاجة الصدر كشف ظاهري لأ ما فيش عندي حاجة عمد لله فهل ده له علاقة ولا مثلا ده كان التهاب في الغده مثلا سبيشيس جلانز ولا إيدي الصدر بالزبط كده ده ملوش أي علاقة بالسادي ده بيبقى غالبا التهاب في الغده العرقية أو بويصلات الشعر ودي بتحصل كتير جدا وبيحصل تهاب إذا ما خلناش أنتيبيوتك بيعمل خراج صغير أو دمل صغير بيطلع الصديد وخلاص بشكركم شكرا جزيلا أنا أسفة جدا على كل اتصالات اللي هاتفية غادة لازم تقولي حاجة للناس في الآخر تقولي كل النساء اللي بتفرجوا علينا دلوقتي إيه إيه النصيحة اللي تحبي تقوليها أقول طبعا المتابعة مهمة جدا واللي يحصل لها كده ما تخافش ما تخافش يعني حتعديه ده عايز قوة خرافية لا والله خرافية ولا حكي حتعدي كله بيعدي حتعدي أنا بشكرك والحياة بحيي جرئتك وقوتك والإيجابية اللي انتي فيها وبشكر أسرتك كمان زوجك وأولادك وأهلك كلهم أصدقاء صديقاتك أكيد ليك صحبات كتيرها وقفوا جايب كلهم الحياة يعني كل الناس وقفت كيب مكيش حد ما وقفش وجراح بتاعك وجراح بتاعك والدكتورة بتاعتك أنا بشكركم شكرا جزيلا دكتور شعلان دكتوران أجلاء دايما ببقى سعيدة أن أنا أستقبلكم المرض موجود لكن هي إما قدرتك أن أنت تهزم المرض وأن أنت تقومه أو أن أنت تستسلم ليه كل شيء طبعا بأمر الله في النهاية قدر كبير من الإيمان قدر كبير من القوة قدر كبير من الإيجابية ممكن وأنا عادة على الترابيزة كده تقوله طب ما هو سهل الكلام اللي انتي بتقوليه لكن عندنا تجربة أهي بتقول ما تخافوش المهم أن احنا أكيد هنقدر وكله بأمر الله بشكركم شكرا جزيلا نكشف بقى ستات يروحوا يكشفوا دلوقتي بكرة الصبح بكرة الصبح أنا عايزين زحام على الكشف على الثدي بشكركم نتمنى للجميع الصحة ونتقابل بكرة بإذن الله وهدي الأميس الحديث يتعايقون أسبوع الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر